السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيف حالكم اصدقائي المتابعين على قناة فوتر كوين فيديو جديد على قناته القناة متمي باخبار العملات المشفرة بعد الفيديو اصدقائي راح تكلم عن البيتكوين بتحليل سريع البيتكوين وعملة تيرا لونة كلاسيك ورح نتكلم عن حدث مهم اللي هو تقاطع الموت باستخدام الموفيق ابرج 50 و 200 امان بلش في فيديو زقائي بتمنى تنقضع زر اللايك تشترك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى نصل لك كل جديد في عالم العملات المشفرة ونتنسى انضم قناتنا عن تليغرام ونحفت لك لك الرابط اسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بدان قناة طبعا زقائي يعني توفى لدينا مئات الكورسات وعشرات الكورسات المهمة مثل التحليل الموجي والبرايس اكشن وكثير من ملاطة التحليل السعرية من قنواتي كبيرة طبعا هاي الكورسات كلها مسربة الكورسات مدفوعة اجمالي اسعار الكورسات كانت تتجاوز 7000 دولار قدرنا نحصل على هاي الكورسات وراحنا نقدمها لجميع الاشخاص يتواصلوا المانع عن طريق هذا الفيديو بسعر 100 دولار فقط شو بالنسبة لتحليل بيدكوين رحنا نتجع لكم بعد الانترو موسيقى طبعا زقائي على فريم من واحد اسبوع اقتربنا بشكل كبير لحتى يتقاطع الموفيق ابرج 50 مع الموفيق ابرج 200 وهذا التقاطع سلبي جدا وخاصة اذا كان الموفيق ابرج 50 يعني الموفيق ابرج 200 الاشخاص اللي عندهم فكرة بالتحليل باستخدام موفيق ابرج بيعرفوا انه التقاطع له لغة معينة اذا كان الموفيق ابرج 50 تحت الموفيق ابرج 200 تلامس مع الموفيق ابرج 200 باستخدام الفريمات الصغيرة بنشوف طبعا ارتفاع العملة لكن على فريم مثل فريم الاسبوع يكون التقاطع الاول فهذا الشيء سيعمل ازمة نفسية للمتداولين سيعمل عمليات بيعي كبيرة خاصة بالاوقات الحالية احنا اوقات حاليا صعبة جدا بسبب نهاية عام 2022 طبعا حاليا كل جميع المتداولين يبتعدوا عن التداول بهاي الايام بسبب تقرير الضرائب السنوي طبعا نهاية كل عام يكون في تقرير السنوي بامريكا طبعا المستثمرين والمضاربين والحيتام يبتعدوا عن التداول حتى لا يدفعوا ضرائب على ارباحهم وطبعا حاليا نحن بفترة صعبة جدا واذا تلامس في ابرج خمسين ومئتين ممكن نسبب هبوط الى قاع الوجه اللي عدا رأي اسمه اللي هي عن منطقة ال 15 الف دولار لكن قبل ما يصير عملية الهبوط نحن نرجع نختبر قمة الوجه اللي هي راح تكون عن منطقة ال 17 الف و خمسمية وبعدها نرجع مرة تانية لنكسر الوجه او نلمس بالوجه اقل لحد عن منطقة ما بين 14 الف دولار الى منطقة ال 15 الف دولار طبعا هذا الايام القادمة او الاسبوع القادم هيكون السوق احمر والمضاربة هتكون صابت هنا اذا انت معنا خبرة كافية بالتحليل شو بنسبه لعملة تيرا لونا كلاسيك عملة تيرا لونا كلاسيك على فريم من الاسبوع مثل ما اتكلمنا في الفيديو الماضي قلت ممكن ترتدي الشمعة وبعد ان اقفل اعلى الدعم الخاص فيني وهو دعم 0.3013 وبعد ان نرجع نفتح الشمعة ونبدأ بموجهة صعود جديدة هدفي الان بالعملة هو منطقة 0.3016 ربح 15% وطبعا عندي مقاومة عديدة عند منطقة ال 17 وبعد عندي مقاومة عند منطقة ال 23 حاليا انطلاقتي للمقاومة هي مقاومة 0.3017 وانا رح اخزن من السعر الحالي رح بيها عند سعر 0.3017.5 الى 18 لهيك يجب الحذر حاليا من التداول والمضاربة لازم يكون عندك خبرة كافية بالتحليل حتى تدخل مضاربة وخاصة اذا كانت بتشتغل بالفوتر هذا التقاطع لا تستهين فيه ابدا طبعا من الممكن يكون الحالي النفسية للمتداولين هي رح تأثر وتسبب هبوض في الاسواق لكن بداية رح نشهد موجة صعود للمس الوجه اللي هو منطقة ال 17500 اصغرين مكمل صناعي الفيديو اتمنى الفيديو كنا اعجابك لا تنسى تشتركوا القناة تفعيل زر الجرس تظهد على لايف حتي وصلاة الجديد في عام وعملات رقمي مع السلامة وبدمتم بخير اشتركوا في القناة